ايه هو الفرق ما بين لينكد ان بريميوم او الزهبي ولينكد ان العادي الحقيقة لينكد ان واحد من ضمن الحاجات المنصات المهمة جدا اللي بتجد منها شغل انا شخصان اشتغلت بانه في اكتر من مكان وممميزات لينكد انه بيقدر يوصلك لاي شركة او شخص من خلاله بس ازاي ما بيوفر لك مميزات للوصول الحياة المهنية كمان بيوفر لك مميزات اكتر تساعدك تقويل بروفايل بتاعك هتلاحظ بان اصعار الشراكات لينكد ان بريميوم ده بيكون اشتراك سنة وتكلفته حوالي 30 دولار لغاية 100 دولار في الشهر ممميزات لينكد ان بريميوم انه بيدي لك في السنة اول شهر تجربة بلاش عشان تكتشف بنفسك الفرق في رؤية البروفايل بتاعك بيكون مختص جدا ليه الاتشار البروفيشنال بيشوفه على حسب خطط اشتراك لانه بيوفر لك خطط اشتراك متنوعة ايه مميزات لينكد ان بريميوم اول حاجة هتلاحظ بانه ان ميل وده بيخليك تتقدر تتواصل مع اي حد او اي شركة حتى لو ما فيش الاتصال ما بينكو وبيدي لك عدد معاين في الشهر الرسائل رسائل فحتى لو مش عامل كونيكشن ليه ممكن تبعت له رسالة فلو في اي شركة ممكن تبعت له وهكذا ممكن ان حضرتك تبعت له اسيفي بتاعك فبتحسن من فرصك في وجود وصفات التاني حاجة تليرن واللينكد ان وده بيسمح لك تدخل على موقع الدورات التدريبية الخاصة بيوم للتعلم مهارات جديدة تلات حاجة سي بيرسونال بروفايل وممكن من خلال الميزة دي تزور اي بروفايل حاول يفتح بروفايلك في اخذ دسان يوم ومن غير ما يعرف انك فتحته يعني بتزوره وانت غير مرئي اتلاحز ان فيه اربع مستويات من لينكد ان بريميوم واسعارهم اول حاجة بريميوم بيزنس وده مخصص لاصحاب الشركات او اللي عاوزين يطوروا علاماتهم التجارية بمعرفة المنافسين ممكن كمان يزوروا عدد غير محدود من مستخدمين لينكد ان وليهم 15 رسالة يقدروا يبعطوها في الشهر وده بيكلفك تقريبا 48 دولار هو 47 دولار بوينت تسعة وتسعين تاني حاجة بريميوم كارير وده ميزد اللي بيقدموا على وظائفه وبيدوروا على الشغل بتساعدهم يتواصلوا مباشرة بالمسؤولين عن التوظيف وتعرف ازاي بيكارنوا ببابين ملفك وملفة الاشخاص التانيين اللي مقدمين على نفس الوظيفة كمان بيديلك موارد لتعلم مهارات جديدة هتساعدك في المقابلة الشخصية تكلفة تقريبا 30 دولار في الشهر هو 29.99 وتالت حاجة هي سيلز نافيجيتور وده بيساعدك توصل لعملاء مستهدفين عشان تحقق اكبر نسبة ممبيعات بيوفر لك عشرين رسالة في الشهر تقدر تشوف كل حسابات العملاء المستهدفين وبيساعدك تبني علاقة قوية مع العملاء المحتملين بتوصيات من الموقع رابع حاجة ركروتر لت وده بتقدر تخليك تلاقي موظفين السرع واحسن وتقدر تتقوصل مع الموظفين الاعلى كفاءة وموهبة مباشرة وبناء علاقة مع الموظفين المحتملين وده تكلفته 99.99 دولار يا 100 دولار ورصيد 30 رسالة شهريا وهذا هو لينكت ان بريميام نصيحة مني اخيرة لينكت ان بريميام لو حضرتك ما عندكش التكلفة بتاعته كشخص بيسعى للحصول على وظيفة مش بتكلم على ركروتر او شخص بيعلن على وظيفة لان هنا بتكلم على شخص انا عاوز وظيفة انا بدور على وظيفة هيفيدك ولكن ليست الاستفادة الواو عشان بس ما تفتكرش انك لما تجي تبعك رسالة للناس الناس خلاص هتشغلك هيفيدك انك مين شاف بورفايل لك الكيوورد اللي بيبحثوا عليها الاي اي عامل شغل كتير لانه يحسلك البروفايل ولكن مرة تانية الحاجات دي ممكن حضرتك تعملها بطريقة ما وبشغل كتير جدا تستخدمه وتحسن بورفايل بتاعك وتقدم على الوظيف هتحسن كتير جدا وبتجد فرصة عمل انا الشخص انشتغلت منه في اكتر من وظيفة وما كانش معايا بريميوم ولكن هيساعدك ولكن لو انت مش معاك التكلفة بتاعته او تمام وفي ناس على فكرة بتجيبهم وبتعرفش بردك تجد شغل فالموضوع النسبي فضع ده في الاعتبار وربنا وفقك ويكتبوا كل الخير بإذن الله كتبونا في التعليقات لو حد استخدمه كشخص مقدم لي الوظيف هل ساعده ولا لأ وبالتوفيق ان شاء الله